بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بارت ايد تيبيكال شير رينفورسمنت هنا بنتكلم على الشير رينفورسمنت الشكل بتاعه وازاي بنحسبه احنا عندنا ادي كاميرا الكاميرا ديات ده السابورت الموجود الاخير هنا دي منطقة الشير اللي بتبقى الماكسيمم هنا نفس الكلام لو انا عندي كونتينيوس بيم دي منطقة الشير الماكسيمم ازاي بنسلح الكلام دوت باستخدام كانت اللي هي الاستيرابس الاستيرابس ديت بنستخدمها علشان مقاومة اشي طيب في الحالة ديت حنقاوم الشير باستخدام ايه عندنا كراكس هاية اللي كراكس ديت حنقاومها اللي هي موجودة هنا ديت باستخدام دياجونال بارز سواء كانت استيرابس او انا ممكن استخدم البنت بارز يعني فيه جزء من الحديد السوفلي اللي هو الفلكشرال بيبقى ستريت وفيه جزء تاني بنعمله عملية تكسيح ده اللي بنسميه البنت بارز اذا الجزء دوت ممكن اجيبه باستخدام السياخ او باستخدام كنار طيب في الحالة ديت منحسب الـ في الحالة ديت منحسب الـ المعادلة جنرال اللي هي الـ ديت منحسب الـ الـ ديت منحسب الـ عندنا حالات مختلفة هنا حسب قيمة ألفا هل كان اللي عندي او ممكن تبقى ميلا ففي حالة الألفا بتساوي تسعين لو عوضنا هنا يبقى عندنا الـ الـ اللي هي الشير سترينز نتيجة اللي ستيل هي عبارة عن A V F Y في دي على الـ طبعا احنا شايفين اللي كراك اهو الحديد بيبقى عمودي عليه بيبقى عمودي على اللي كراك طيب نكمل في حالة المعادلة الجنرال ديت قلنا ان احنا بنعتمد على قيمة ألفا طيب شفنا الكيس اللي فاتت لما كان ألفا بتساوي تسعين اللي هي الكيس اللي موجودة دي اللي هي الـ طب لما يبقى اللي عندي ميلا على زاوية ألفا والألفا دي بتساوي خمسة واربعين بنعوض في المعادلة ديت عن قيمة ألفا يطلع عندنا الـ اللي هي الشير سترينز اللي جاية من الستيل بتساوي واحد بوينت اربعة في 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 طب في هنا ملاحظات ايه هي الملاحظات فين اس هنا اللي هي المسافة من بالنسبة للستيرابس طب في حالة الميلا فين اس هنا اللي هي المسافة اللي هي التقاطع بتاع الستيرابس مع الاكسس اللي موجود ادي يبقى center to center دي المسافة اس ترجمة نانسي قنقر